عقوبة التزوير في الأوراق الرسمية والأوراق الأوراقية السجن المشدد اللي هو يصل لعشر سنين في الرسمية في الورق الرسمية وش؟ خاش كلام؟ العرفي جنحة من 24 ساعة لثلاث سنين يعني التزوير في ورقة عرفية هو عقوبته جنحة عقوبة الجنحة من يوق لثلاث سنين والرسمية سجن عشر سنين السجن اللي ما يزيتش عن عشر سنين عشر سنين والسجن بقى انت زي ما حضرتك عارف يبدأ من سنة وممكن يدي ستة شهور سجن عادي بس أقصاها عشر سنين يبقى أقصى قوبة في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية عشر سنوات وفي الجنحة بتاعة العرفية الأوراق العرفية أقصاها فيها ثلاث سنين عندما مين اللي حق طالب التزوير اللي لي من يحتاج به بالورقة يعني أنا جبت الورقة بقول الدكتور أيمن كتاب لي البيت دا الورقة دي حج على مين تشهد علي أنا أطعن علي بالتزوير حقي التزوير بقى هنا اطعني بالتزوير اللي رفضين أو طريقين سكتين إما سكة المدني أو سكة الجنائي سكة الجنائي إن أنا روح أعمل بلاغ للنيابة العامة والنيابة العامة بأكبرها حملت لواء الاتهام وهي ممثلة المجتمع وأقول يا نيابة الورقة دي الدكتور أشرف زج على الورقة دي وقال بكذا وكذا ودي الورقة دي مزورة النيابة تبتدي تحقق فيها والغاية لما تثبت الجريمة وده دي سكة قطة طول لكن بالنسبة للمجنع في جريمة التزوير سهلة إن اللي هيحمله سيف الاتهام هو أن يابة العامة والسلطة العامة بكل المكنات اللي القانون مدهلها ممكن أنا بقى أحمل أنا السيف بتاعي واروح بيها بقى اروح الأول المحكمة المدنية الأول لازم المحكمة المدنية أنا لو قدمت للوقات هما في المدني حكتين الورقة إذا قدمت في دعوة يبقى دي اسمها في دعوة تزوير الفرعية إذا لم تقدم في دعوة ولسه لم تدفع إلى القضاء يبقى في دعوة تزوير الأصلية دعوة تزوير الفرعية دي اللي هي بتبقى الورقة حضرتك أنا قدمتها قلت له مين اللي قالك إن الدكتور أيمان مال دبع لي طب أقول له يا فندم أنا بطعن على الورقة دي بالتزوير اسمها دعوة تزوير فرعية دعوة تزوير الأصلية أننا بقول نمى إلى علم إن الدكتور أيمن سؤال يا دكتور عار حتى ولو الورقة دي رسمية لا لو الورقة رسمية بقى شيء تاني أيوة يعني ده بقى اللي هنا بقى المدني في الدعوة في العرفي شيء تاني أسهل حاجة ليك في الحالة دي إنك أنت القاضي لو تقدمت في المحكمة هتقوله اثبت للتزوير وبعد كده يحل نابا العامة تاخذ شؤونها ده لو كانت الورقة رسمية والعرفية أنت الفارس فيها دعوة تزوير الفرعية أو الأصلية عشان أنت قلت لي أولا قلت لك أكيد فيه تاني بعد ما زبت بقى تزوير الورقة بييجي القاضي بيحكم برده بطلان الورقة وحالة الدعوة للنيابة العامة لتخذ شؤونها قد يرى قد يرى وكي للنيابة إن رغم تزوير الورقة اللي ما فيش ضرر يقدر اللي ما فيش ضرر لم يضار المجنع لي فيها أو في حاجة للنيابة العامة اسمها سلطة الملأمة ملأمة الاتهام ملأمة الاتهام فيه موأمة للنيابة ساعات القضية تبقى كاملة الأركان لكن من حسن السياسة الجنائية عند النيابة العامة تقول الوقت مش مناسب إن أنا حلها للمحكمة هنا اختيار الوقت ده إزاي بقى؟ ملأمة الاتهامة والله بتقدر إن الضرر منتفي إن الجريمة من التفاهة بمكان إن فيه تصالح إن كفاية أوي ما نال الراجل من عذاب كفاية البطلان بسلطة بقى تقدرية للنيابة العامة سلطة اسمها سلطة الملأمة ملأمة الاتهام طيب خلصت النيابة العامة وقالت والله أنا هحفظ هأقف بالإجراءات عند هذا الحد ونقطة أنا بقى كمجن علي مضرور من الجريمة أسلك الطريق الجنائي عن طريق الادعاء المدني أدعي مدني وقوله والله لأ أنا مضرور وأنا يا قاضي عيز حفظ حقي في التعويض بقى لا والجريمة بس هنا اللي بيحرك الدعوة جنائيا هي النيابة العامة أنت لما تدعي مدني تتكلم على الجنات في الجنات لكن هي في الورقة الرسمية النيابة العامة إذا قدرت عدم أهمية الاتهام أو عدم ملأمة النانا خلاص عشان الوقت